السلام عليكم. وصلنا الى الخوارزمية الاولى من الخوارزمية البيجر بيسمنت الغوردهيمس. اقول لي مثل ما ذكرنا راح تكون هي الفيرست ان فيرست اوت. هذة الخوارزمية يعني ببساطة مثل ما هو يعني يعني يعبر عنها اسمها. راح تقوم باستبدار اقدم الصفحات الموجودة او الفريمات الموجودة في الذاكرة الرئيسية. بالفريمات التي نريد اضافتها حاليا. الرفرانس سيترينك مثل ما ذكرنا. يعني سلسلة المراجع اللي راح نتمنى عليها اللي هي سبعة صفر واحد اثنين الى اخره. هذه السلسلة. راح نفترض بانه الذاكرة الرئيسية تتكون لدينا من ثلاثة فريمات. طبعا هذا الشي اعتمد على المثال او السؤال المطلوب. يعني في امتحانات اغلب الاحيان يكون هناك سؤال عن هذه الخوارزميات. اه يقوم يعني بطلب اه تطبيق الفيرست ان فيرست اوت والليست رسانت اليوزد والاوبتيمال الالغورثم على مجموعة من الرفرنس سيترينك. طبعا الرفرنس سيترينك راح تختلف من سؤال الى اخر. وكذلك عدد الفريمات الموجودة فيها الذاكرة رئيسية. هنا راح نفترض بانه عدد الفريمات ثلاثة. فبالتالي راح نقوم برسم هذه الجداول التي تتكون من ثلاثة حقول. اه في الامتحان او في السؤال قد يكون هناك مثلا اربعة او خمسة او غير يعني حسب نوع للسؤال. فهنا نفترض بانه بالبداية كان لدينا مثلا تاكرة فارغة اللي هي تتكون من ثلاثة فريمات فكانت لدينا ثلاثة فريمات فارغة. فجاءنا يعني المعالج قام بطلب البيج رقم سبعة. فقمنا بوضع البيج رقم سبعة في اول فريم فارغ. بعد ذلك قام بطلب البيج رقم واحد قمنا بوضع البيج رقم واحد هنا. بعد ذلك قام بطلب البيج رقم اه صفر ثم بعد ذلك واحد قمنا بوضع الصفر هنا وبعد ذلك وضع الواحد هنا. هنا طبعا لحد الان امتلأت الذاكرة الرئيسية لانه هي تتكون فقط من الثلاثة فريمات وقمنا بوضع الفريمات الثلاثة الاولى في داخله. بعد ذلك المعالج قاموا بطلب الفريم رقم اثنين. هنا نحتاج الى هنا تبدأ اه تنفيذ خوارزمية او اي خوارزمية من خوارزميات فهنا ما هي ما هي الفريم التي سنقوم باستبدالها لكي نضمن اه تقليل عدد فهنا هناك وعدنا السبعة والصفر والواحد. بالنسبة لخوارزمية ببساطة هي تقوم باستبدال اقدم صفحة قمنا بوضعها. فاقدم صفحة قمنا بوضعها هي كانت السبعة. فا مو بش bijwa اعد نقوم بيزارة السبعة ووضع الثنين ببدلها. قمنا وطبعا وثنين صارت علنه الساحرة الاثنين صفر واحد هذه هي حالة الذاكرة في الوضع الخالي. طبغا ولانه اه هنا اه يعني عندما استضعينا السبعة لم تكن موجودة فسببتنا Irpande هنا عندما استضعينا السفر ولم تكن موجودة سببت ارز فولد. هنا ايضا عندما واستدعينا الواحد ليكن موجود سببه . بعد ذلك عندما قمنا با استدعاء الاثنين و لم تكن موجوده وعملته لنا هي ايضا سببكت لنا فقمنا باستبداله فهنا لحد الان اصبحت لنا اربعة . بعد ذلك عندما قام المعالج باستدعاء الصفر , الصفر هو موجود اصلا فليس هناك بعد ذلك عندما قام باستدعاء الثلاثة او ثلاثة يعني هنا لاحظ بان اكواعدنا اثنين واصفر واحد الثلاثة غير موجودة ولكنه هنا السؤال الذي اطرح نفسه. ما هي البيج من هذه البيجات او الفرايمات التي سنقوم باستبدال الثلاثة بدلها. ايضا لانه اقدم واحدة موجودة حاليا هي الصفر. لانه احنا الاثنين استونا بدلناها وقبلها الواحد وقبلها يعني اقدم شيء موجود حاليا هو الصفر. قمنا بوضع الثلاثة بدل الصفر. وايضا بسببتنا بعد ذلك قمنا باستدعاء الصفر. ولكنه صفر حاليا غير موجود. لانه قمنا باخراجه قبل قليل. فهنا نعدنا واحدة موجودة يعني حاليا هي الواحد. لانه الاثنين والثلاثة قمنا باستبدالها حديثا. فايضا نقوم بازالة الواحد نضع الصفر بدلها وايضا سببتنا بيدج فولت. نفس الحالة بالنسبة الاربعة عندما جاءت الاربعة وجدت ان هو اكو عندها اثنين وثلاثة وصفر. ولكنهما هي اقدم واحدة موجودة هي الاثنين. فقمنا الاربعة بدلها. بعد ذلك اجت ال�iinة اه وجدت آدنا اربعة وثلاثة وصفر. فايضا نقوم باستبدالها بالفيرست ان او اقدم واحدة موجودة واللي هي الثلاثة ايضا قمنا بوضع الثنين بدل الثلاثة وهكذا تستمر العملية نلاحظ بانه اذا كان هناك رجوع الى اه بيج او فريم موجودة اصلا فلن يكون هناك بيج فولت لانه هي موجودة اصلا اما اذا كان هناك رجوع لبيج هي غير موجودة فرح تصدر ادنا بيج ربليزمنت ورح تسبب بنا بيج فولت فهنا نلاحظ بانه عدد البيج فولت وصبت اتنا وحد اثنين ثلاثة اربعة.. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 10 12 13 14 15 وصبت اتنا 15 بيج فولت وطبعا هذا يعتبر عدد كبير بنسبة لهذا المثال عادة تكون فرست ان فرست اوت هي اكثر خوارزمية تحصل فيها عملية البيج فولت لانه ليس فيها اي ذكاء فقط هي تقوم باستبدال البيج القديمة البيج القديمة ممكن يتغير يعني بحسن الواع السؤال ممكن يكون 1-2-3-4 أو 1-2-5-1 إلى آخره هنا طبعا تم ملاحظة فتأ عملية معينة بأنه كلما زيادنا عدد الفريمات وكلما زادت عدد page faults بالنسبة لخوارزمية الفيرس إن فيرس آت فهذه الظاهرة الغريبة اسموها البيلاديز انومالي اللي هي طفرة أو ظاهرة غريبة اكتشفها في الشخص اسم بيلادي فسموها بيلاديز انومالي اللي هي عملية أو حالة زيادة عدد البيج فولت كلما زيادنا عدد الفريمس في خوارزمية الفيرس إن فيرس آت واللي هو هذا الشيء غير موجود في الخوارزميات الأخرى اللي هي الاسترسنت اليوزد والأوبتيمال كيف نستطيع تتبع عمر كل صفحة أو كل واحدة من البيجز طبعا باستخدام الفيفو كيو يعني فقط باستخدام طابور من نوع الفيرس إن فيرس آت نستطيع معرفة ما هي الصفحة الأقدم ومثل ما لاحظناها هنا في هذا المثال نفس المثال احنا طبعا هنا تلاحظ بأنه عددك إذا كان عدد الفريمس واحد رح يكون عددنا 12 بيج فولت هذا كمعدل يعني لكثير من الحالات إذا كانت اثنية النفس الحالة إذا كانت ثلاثة يقل إذا أصويناها أربعة رح تزيد هذه هي النقطة هنا هي ما يسمى بالبيراديز أنومالي اللي هي حالة أنه نزيد عدد الفريمات ولكنه تزيد عددنا أيضا البيج فولت واللي هو هذا الشيء غير مألوف يعني غير حقيقي أو غير صحيح بالنسبة لبقية الخوارزميات بعد ذلك اللاحظ بأنه إذا زيدناها من أربعة إلى خمسة ستة سبعة ثمانية إلى آخره رح تستمر أما في النزول أو تستقر في وضع معين خوارزمية الأوبتمال على خلاف خوارزمية الفيرس انفيرس اوت تقوم باستبدال الصفحات التي لن تستخدم لأبعد مدة في المستقبل يعني هنا رح تؤتمد على معلومات مستقبلية وهنا طبعا إذا أطبقنا نفس هذه الخوارزمية على الرفرنسي السابق رح تحصل تسعة بيج فولت واللي هو يعتبر أوبتمال يعني هو الرقم المثالي الذي لا نستطيع الحصول على أقل من عنده كيف نستطيع معرفة ما هي الصفحات التي لن نقوم باستدعائها لأطول مدة في المستقبل لا نستطيع معرفة المستقبل يعني بالحقيقة هو هذا الشيء هي الأوبتمال الألغوريثم هي ليس لها وجود في الحقيقة لأنه تعتمد على معلومات مستقبلية وفي أي لحظة من لحظات أمل المعالج من الصعب جدا معرفة ما الذي سيحتاجه المعالج في المستقبل طبعا في ظل خوارزمية الذكاء الصناعي وغيرها ممكن تنبو بهذا الشيء ولكنه في نظام التشغيل هنا نتحدث عنه خوارزمية الأوبتمال هي تستخدم كمقياس لمعرفة كم هي الخوارزميات الأخرى جيدة لكي تقترب من أدائها أما في الحقيقة فهي غير مطبقة فهنا نلاحظ بأنه أيضا إذا كانت عندنا صفر السبعة أول من رجاءت ثم الصفر ثم الواحد بنفس الطريقة السابقة الآن جتنا الثنين الثنين حاليا من رح تيجي نستبدلها لن ننظر إلى الوراء وإنما سننظر إلى الأمام إلى المستقبل ما هي عدنا حاليا سبعة وصفر وواحد ما هي أبعد وحدة سنقوم باستدعاها حاليا نحن استدعينا الصفر يعني قريبا جدا فلن نقوم باستبدالها بعد ذلك أدنى ثلاثة هي غير موجودة حاليا الصفر قمنا باستدعاها مرة أخرى والاثنين أيضا اللي هي أحسن أصلا نريد نستدعيها والثلاثة صفر ثلاثة 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 واحد أيضا استدعينا الواحد لاحظنا بأنه عدنا الواحد استدعينا وستدعينا الصفر فأنه في المستقبل سنستدعي الصفر والواحد قبل أن نستدعي سبعة فبالتالي سنقوم باستبدال السبعة هذه هي خوارة مية الأبتمال أنه تقوم باستبدال الصفحة التي لن تستدعيها حتى أطول مدة ممكنة في المستقبل فهنا هناك عدنا سبعة وصفر وواحد الصفر لاحظنا بأنه استدعيناه مباشرة وبعد ذلك الواحد استدعيناه مباشرة يعني اهميا قريبا. واخر شيء استدعينا هو السبع. فنقوم باستبدال السبع. نقوم نضع الثنين بدال السبع. هنا نصال لدينا اثنين صفر واحد. نفس الحالة الصفر بن ايجيك لقى روحة موجود يعني اه يعني الصفر موجود اصلا. الثلاثة ايضا عندما اجد الثلاثة لقى لدينا اثنين وصفر واحد. فالثلاثة اين نفس نضعها? ايضا نقوم ننظر الى المستقبل. نلاحظ بانه صفر قريبا سنستدعيه. الاثنين القريبا سنستدعيها. اذا الواحد هو الضحية. هو الفيكتم. اه فريم الذي يجب استبداله. فنضع الثلاثة بدل الواحد. وتستمر العملية. اذا يعني استمرنا بنفس هذا المقياس. لاحظ بانه عدد البيج فولتس اللي اصارت عندنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. فهذه تسعة فقط. هنا اللي في الوسط اللي ما ما قمنا بيرسم شيء له هي اللي فقط مثلا اذا كانت اثنين تجي وتلقي الاثنين موجودة اصلا. اه هذي طبعا ما رح سبب بانه بيج فولت اللي انه هي موجودة اصلا. فهنا نتلاحظ بانه الابتيمال الكورثم حققت انه تسعة اه بيج فولت واللي هو يعتبر الرقم المثالي. الخوارزمية الثالثة اللي هي ليست رسنت اليوست. هذي تشبه خوارزمية الابتيمال ولكنها بدل ان تقوم بالنظر في المستقبل فانها تنظر الى الباست نالج. الى المعرفة السابقة. يعني الحالات الاستدعاء السابقة بدلا من النظر الى المستقبل. ليست رسنت اليوست. يعني او الاقل رجوعا له حديثا. فبالتالي ستقوم باستبدال الصفحة التي لم تستخدم لاطول مدة ممكنة في الماضي. استبدال الصفحة التي لم نستخدمها لاطول مدة ممكنة في الماضي. طبعا رح يخصصنا لكل واحدة يعني اه اسوشيات تايم او لازت يوز اه with each page. هنا لازم نخصص زمن اخر استخدام او زمن اخر استدعاء لهذه البيج مع كل واحدة من الصفحات الموجودة في الذاكرة او الفريمات المقابلة لها. فهنا نلاحظ ايضا اذا استخدمنا نفس الرفرانس الاغوريثم او رفرانس سيترينك. السبعة عندما تاتي تسبب بنا beaucoup flatter لانهه غير موجودة بعد ذلك الصفر عندما تاتي تسبب بنا page fault. الواحد عندما تأتي تسبب بلنا page fault. الاثنين عندما تأتي. ايضا هنا نلاحظ بانه ما هي اقدم وحدة استخدمناها او استدعيناها سابقا. الواحد استدعيناه حديثا. الصفر استدعيناه قبله بقليل. السبعة هي اقدم واحد استخدمناها. الى هي least recently used. الاقل استدعاء حديثا. فنقوم بوضع الاثنين بدل السبعة. نفس الحال بالنسبة للصفر موجودة هي اصلا. فما راح سبب بلنا page fault. الاثلاثة أيضا تجد أنه الصفر والثنين هنا أقرب الثنين تم سدعاءها فأبعد وحده تم سدعاءها سابقا هي الواحد نضع الثلاثة بدل الواحد نفس الحال بالنسبة للصفر هو موجود بالنسبة للأربعة عندما تأتي يلاحظ بأنه أكواعدنا صفر والثلاثة فالصفر والثلاثة لن يتم سبدالها رح يتم سبدال الأخيرة اللي هي غير مستخدمة حاليا اللي هي الاثنين فنضع الأربعة بدل الثنين وهكذا تستمر العملية نلاحظ بأنه هنا راح نحصص الـ 12 page fault واللي هو أفضل من الـ first in first out ولكنه أسوأ من الـ optimal عادة هي جنيراضية بصور عامة هذه الخوازمية تعتبر جيدة undifrequently used ومستخدمة بشكل كبير في أنظمة التشغيل ولكن how to implement كيف نقوم بتمثيلها كيف نقوم بتطبيقها حاليا نحن نلاحظ بأنه لأنه لدينا ثلاثة فريمات اللي هو عادة صغير جدا ورفرانس ترينك هو أيضا صغير جدا استطعنا فهمها كـ humans يعني كبشر ولكنه في داخل الحاسبة يعني ما هو الـ hardware والـ software الذي نحتاجه لتطبيق هذه الخوازمية طبعا هناك الكثير من الطرق أكو عندنا الـ counter implementation وأكو عندنا الـ stack implementation الـ counter implementation بأنه كل وحدة من الصفحات راح نعد يعني كل page entry كل واحد من حقول جدول الصفحات راح نحدد لـ counter اللي هو عداد وفي كل مرة يتمثت على هذه الصفحة راح نزيد العداد الخاص بها ونقوم بنسخ هذا يعني الـ clock into the counter نقوم بنسخ قيمة الساعة في هذه اللحظة إلى داخل هذا الـ counter عندما نقوم بـ نحتاج أنه page need to be changed عندما نحتاج واحدة من الصفحات أنه يتم استبدالها فرح ننظر إلى counter المقابل لكل واحد منتهم لكي نبحث عن أصغر قيمة يعني إذا الصفحة الأولى استدعيناها في الدقيقة 5 والصفحة الثانية استدعيناها في الدقيقة 7 والصفحة الثالثة استدعيناها في الدقيقة 9 مثلاً فعندما نحتاج أنه نقوم باستبدال أي واحدة من هذه الصفحات راح ننظر إلى الـ counter الخاص بكل واحدة منتهم اللي هو الأقل طبعاً دائماً هي اللي في مستخدمة سابقاً يعني أبعد واحدة استخدمت واللي هي least recently used في الواقع يعني وفي الوقت الحاضر أو القريب فبالتالي راح نحتاج أنه دائماً نبحث في داخل الجدول اللي ما أعرفت ما هو الـ counter الأقل لوحدة من الصفحات التي نحتاج اللي راح يتم اختيارها لكي يتم استبدالها هذا طريقة الـ counter implementation الـ stack implementation اللي هو المكدس يعني أو تمثيل باستخدام المكدس أيضاً نقوم بـ keep at a stack of the page numbers in a double link form هنانا راح نقوم بوضع فد مكدس لأرقام الصفحات في جدول ثنائية القيم الـ page referenced طبعاً إذا الـ page رجعنا لها أو استدعيناها قمنا باستدعى رقم الصفحة المعينة من قبل المعالج move it to the top مباشرةً سنقوم بتحريك هذه الصفحة إلى الـ top يعني اللي هو قمة الـ stack requires six pointers to be changed طبعاً هنا نحتاج إلى ست يعني pointers لأنه يعني المؤشرات أنه يتم استبدالها مع كل reference but each update more expensive لأنه كل يعني التحديث لهذه الـ pointers راح يكون هو أكثر more expensive يعني أغلى ولكنه هنا يتحدث عن يعني more expensive بدلالة الـ references أو الـ resources اللي راح يستخدمها من المعالج أو الذاكرة no search for the placement هنا ما راح نحتاج أنه نقوم بعملية الـ search هنا طبعاً هذه الـ drawback مالتها سلبيتها أنه نحتاج إلى البحث في داخل جدول هنا ما راح نحتاج أنه نبحث في داخل جدول ولكنه راح يكون أدنى عملية التحديث مكلفة بصور عامة least recently used and optimal algorithms are cases of stack algorithms اثنين هذين الخوارزميات يعني least recently used وخوارزمية optimal كلهما هي من خوارزميات الاستاك المكدس والتي ليست فيها ظاهرة البلادي anomaly يعني ليس هناك حالة شاذة عندما نقوم بزيادة الفرايمس يزيد عدنى الـ page fault وإنما بشكل طبيعي عندما زيد الفرايمس راح يقلق عدنى الـ page fault بالنسبة لهذه الخوارزميتين هنا نلاحظ بأنه في لحظة معينة هنا إذا كانت هذه اللحظة هي A وهذه اللحظة هي B قبل اللحظة A نفترض أنه كان لدينا الخمسة فرايمس وكانت الوضع في الذاكرة الرئيسية هو هذا الشكل هذا هو الـ stack بعد الـ B مباشرة عندما جاءتنا السبعة أي page الفرنسي تجينا مباشرة move to the top يعني السبعة حالين تنانا كانت ولكنه بعد ما جاءتنا الـ B يعني استدعينا السبعة مباشرة السبعة نقوم برفوحها إلى top of the stack يعني إلى قمة الـ stack ونكمل العملية مثل ما كانت هذه تعتبر هي نفس تقنية least recently used المستخدمة سابقا فبالتالي عندما نحتاج أنه نستدعي فالـ page معينة يعني أي page replacement راح نحتاج أنه نقوم باستبداله راح يكون هو من bottom of the stack لأنه top of the stack هي مستخدمة حديثا الخوارزميات الأخرى التي هي تقترب من خوارزمية least recent used طبعا هذه الخوارزميات هي تختلف من يعني قليلا عن least recent used ولكنه هي تم ابتكارها أو تطويرها فقط لأنه هي تكون أقل كلفة من least recently used لأنه least recently used مثل ما ذكرنا تحتاج إلى special hardware and still slow يعني هي تحتاج هاردوار خاص قد يكون مكلف وهي في نفس الوقت راح تكون بطيئة فأما أنه نستخدم ما يسمى بالـ reference bit أو second chance algorithm الـ reference bit هنا طبعا مع كل page راح نخصص لها فـ bit معين اللي هو يعني binary digit أما يكون صفر أو واحد بداية أن يكون صفر عندما نقوم بالرجوع إلى هذه الـ page راح نقوم بضبط هذا الـ bit إلى واحد يعني كل page في البداية عندما لم يتم استدعاها حاليا ننطيها الـ reference bit الخاص بها صفر بعد أن يتم استدعاها نقوم بسناد قيمة واحد بعد ذلك إذا احتاجنا عملية replacement فنبحث عن الـ page التي الـ reference bit الخاص بها صفر ونقوم باستبدالها we don't know the order however إلا أنه بهذه الحالة لن نعرف ما هو الترتيب الـ pages التي نحتاج أنه نستبدالها يعني ببساطة كل page من الـ pageات نستدعيها ننطيها واحد اللي ما نستدعيها ننطيها صفر فبالتالي عندما نريد أن نقوم باستبدال أي صفحة من الصفحات راح نقوم باستبدال الصفحة التي باعتها صفر والتي يعني أنه لم نستدعيها حديثا الـ second chance algorithm الخوارزمية الفرصة الثانية هي تقريبا أو بصورة عامة هي تشبه خوارزمية الـ first in first out إلا أنه hardware provided reference bit مع إضافة تقنية الـ reference bit أيضا طبعا هنا قدنا clock replacement استبدال الساعة إذا الصفحة تم الرجوع لها أو replaced هذا reference bit zero replace it يعني أي صفحة من الصفحات اللي يريد أن نستبدالها بتقنيت الـ first in first out إذا كان الـ reference bit الخاص بها هو صفر راح نقوم باستبدالها مباشرة أما إذا كان الـ reference bit الخاص بها هو واحد فنقوم بقلبه إلى صفر ونتركها في الذاكرة يعني نعطيها second chance كأنه نعطيها فرصة ثانية كأنه وجود الـ reference bit الخاص بها كواحد يدول على أنه هي سابقا يعني استدعيت في وقت قريب replace the next page subject with the same rules يعني بعد ذلك إذا وجدنا الـ reference bit الخاص بالصفحة الحالية هو واحد نتركها في الذاكرة نحول إلى صفر ونتركها في الذاكرة ثم ونذهب إلى الصفحة القادمة ونقوم باستبدالها أيضا باستباع نفس القواعد السابقة فهنا نلاحظ بأنه يشبه الـ circular cube أو طابور الدائري فإذا جئنا لقينا صفر طبعا يتم استبدالها مباشرة الصفر يتم استبدالها الواحد اللي هي next victim مثلا في هذه اللحظة راح نحولها إلى صفر وننتقل إلى اللي بعدها وجدناها واحد أيضا حولناها إلى صفر وانتقل إلى اللي بعدها وجدناها صفر فنقوم باستبدالها مباشرة يعني كأنه هي first and first out مع وجود الـ reference bit يعني كأنه هي خليط من خوارزميتين أخيرا طبعا هذه الخوارزمية اللي هي enhanced second chance algorithm اللي هي خوارزمية الفرصة الثانية المعدلة هنا طبعا راح يتم تعديلها طبعا كل هذه الخوارزميات اللي هي معدلة أو محسنة يعني كل واحدة منتهم محسنة عن الخوارزمية الأخرى هي عبارة عن مقترحات تم اقتراحها من قبل الباحثين وتم تطويرها إلى مستوى خوارزمية وتم اعتمادها في نظم التشغيل هنا نلاحظ بأنه هذه خوارزمية معدلة بحيث أنه تستخدم الـ reference bit والـ modify bit يعني بت الرجوع إلى هذه الصفحة وكذلك بت التعديل إذا كان موجودا طبعا راح نأخذ أدنى الـ ordered pair يعني زوج مرتب من قيمتين هي قيمة الـ reference وقيمة الـ modify فإذا كانت صفر صفر يعني هذه الصفحة لم يتم تعديلها حديثا أو لم يتم الرجوع لها حديثا ولم يتم تعديلها وبالتالي paste page to replace هذه هي الأفضل لإستبدالها لأن هذه الصفحة هي موجودة فيها ذاكرة رئيسية ولكنه لم يتم طلبها من قبل المعالج حديثا ولم يتم تعديلها حديثا فبالتالي هي لم يتم عمل أي شيء عليها فبالتالي هي الأفضل لإستبدالها إذا كانت لدينا صفر واحد فبالتالي معناته لم يتم طلبها حديثا إلا أنه هي معدلة لم يتم تعديلها حديثا لأنه نحتاج أن نقوم بكتابتها مرة أخرى إلى disk أو secondary memory قبل استبدالها أما إذا كانت لدينا واحد صفر فبالتالي هي الصفحة تم طلبها حديثا إلا أنه هي clean لم يتم تعديل عليها سابقا فهذا معناته أنه probably will be used again soon وهذا يعني أنه هي سيتم يعني غالبا سيتم استدعاها مستقبلا لأنه المعالج طلبها سابقا ولكنه لم يعدل عليها فهذا يدل على أنه هي قد تكون code أو قد تكون data معينة ممكن أنه يتم استدعاها في المستقبل فبالتالي هذه عدم استبدالها أفضل أخيرا إذا كانت لدينا واحد واحد أي أنه يعني الرفرنس والموديفايتنات هم واحد بالتالي أنه هذه الصفحة تم استدعاها حديثا وتم تعديلها من قبل المعالج فبالتالي هذا يدل على أنه احتمالية أنه المعالج سيطلبها مرة أخرى في المستقبل كبيرة جدا فبالتالي وكذلك أيضا إذا أردنا أنه نقوم باستبدالها نحتاج أنه نقوم بكتابتها إلى لأنه هي dirty قبل حذفها أو قبل تبديلها وإن the page replacement called for use the clock scheme طبعا هنا عندما نحتاج استدعاء خوازمية استبدال الصفحات نستخدم تقنية clock اللي شحرناها سابقا but use the four clock classes replacement page in the lost non empty class هنا أيضا إضافة إلى تستخدام الساعة والتي هي من تقنيات least recently used رح نستخدم أيضا هذه ال four classes اللي هنا 000011 لكي نحدد ما هي ال page التي نحتاج أنه نقوم باستبدالها might need to search circular queue several times هنا طبعا السلبية في هذه التقنية طبعا هنا رح تضمن أنه أقل عدد من ال page faults ولكنه سلبيتها أنه قد تحتاج عملية البحث في الطابور الدائري عدة مرات فبالتالي هي تأخيرها رح يكون أكثر من الخوارزميات السابقة بعد ذلك رح نتحدث إن شاء الله على counting algorithms خوارزميات الحسابات وهذه طبعا أيضا لها كثير من التطبيقات في ال virtual memory رح تكون إن شاء الله موضوع حديثنا في المحاضرات القادمة خليكم هنا شكرا جزيلا ومع السلامة